بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي مقدمة ومدخل لدراسة متن الأصول الثلاثة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس ديقبات من دولتك مرمتاشية كان درسي كان لتاكم أصول الثلاثة نعم ذكرنا في الدرس الماضي أسئلة خمسة لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس هذا المتنى مبارك المتنى أسول الثلاثة ما هي أسول الثلاثة بإختصار أسول الثلاثة الفايد من الدراسة الإجابة عن أسول الثلاثة الخامس كنا نكتاوه الله المسال الثلاثة المسال الثلاثة لماذا ندرس التوحيد شرح الأصول الثلاثة ثم الخاتم نبدأ بالدرس الأول المسائل الأربع المسائل الأربع جمعت في سورة العصر وهي العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر لابد أن نتعلم أولا قبل أن نعمل فإذا تعلمنا عملنا وإذا تعلمنا أو عملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا أو عملنا به ولابد من الصبر نصبر أولا على العلم ونصبر على العمل ونصبر على الدعوة إذا صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القر الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر لا يوجد أحد على وجه الأرض سواء من المسلمين أو من الكافرين إلا هو يريد الربح ولا يريد الخسار من يريد الربح لابد أن يأتي بهذه الأشيال أبعا جاهد نفسا نعم أقسم العلماء رحمه الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله حتى تعدك الصبر على الصلاة والصياء الثاني الصبر عن معسيات الله حتى تشتنا لماذا تعالى الأخذ أن الله تعالى ول longitud اشتركوا في القناة